اتفق أهل العلم على أن يوجد أشياء معلومة من الدين بالضرورة يعرفها الخواص والعوام أي عوام المسلمين ويعرفها الصغار والكبار كتوحيد الله عز وجل وأن الله أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأنه ليس له ابن ولا بنت وليس له أي أحد وأن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين وأن رسالته حق وأن يوم القيام حق والجنة حق والنار حق والبعث والنشور حق فمن أنكرها فإنه كافر لأنها دلالة واضحة وهذا في باب الاعتقادات وكذلك في باب العبادات فكل صغير وكبير وخاص وعام يعلم أن الصلوات خمس مفروضة على المسلم وأن الزكاة فرض على المسلم وأن صيام رمضان فرض على المسلم وأن الحج لمن استطاع إلى ذلك سبيل فرض عليه ومن أنكر أمرا من هذه الأمور العقادية أو التعبدية أو من باب الاعتقادات أو من باب العبادات من أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة فهو كافر وقد نص على ذلك أهل العلم قاطبة ولم يختلف في ذلك أحد إلا فيما اختلف فيه في بعض الأمور الجزئيات هل هي داخلة في الأمور المعلومة من الدين بالضرورة أم قد يجهلها بعض الناس أم قد يجهلها بلدة عن بلدة لكن المجمل كله متفق عليه وكله ما كان في باب الاعتقادات من توحيد الله وأن الجنة حق ويوم القيام حق ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك وأيضا في العبادات المعروفة المشهورة التي يعلمها كل الناس وكل مسلم اللهم ما عدا الذين يدخلون جديدا أو حديث عهد بإسلام يعني دخل في الإسلام جديدا ما زال يتعرف على دينه فهذا له حكم خاص أما الذين نشأوا في الإسلام وفي دار الإسلام فإن هذا معلوم من الدين بالضرورة فمن أنكر ذلك فإنه يكفر بالاتفاق وذكر ذلك أهل العلم في كتب الفقه وفي أصول الفقه أيضا فهذا أمر معلوم لا غبار عليه